السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبيبي طلاب الصف الاول الاعدادي ومعاكم مصر اندا حسن والنهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض قوانين الاتحاد الكيميائي اول قانون عندي اسم قانون بقاء المادة والتاني قانون اسم قانون النسب السابتة تعلم دق مع بعض مع اول قانون قانون بقاء المادة قانون بقاء المادة بيقول لي ايه على ان المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكن يمكن ان تتحول من صورة الى اخرى القانون ده بفكرنا بقانون بقاء الطاقة اللي خدناه في الترمي الاول يبقى قول تاني قانون بقاء المادة بيقول لي ايه المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكن يمكن ان تتحول من صورة الى اخرى طيب لو احنا طبقنا القانون ده على التفاعلات الكيميائية ممكن احنا هنقول عليه ايه? هنقول مجموع الكتل المواد الداخلة في تفاعل الكيميائي هيساوي مجموع الكتل مواد الناتجة عنه. يعني بمعنى ايه? لو انا عندي مواد متفاعلة ايه? تمام? وزنها كام? وزنها اتنين وتسعين في فاصل خمسة وتسعين جرام. لما حدث عملية تفاعل كيميائي وحصل اتحاد ما بينهم كونتلي مادتيين جداة عنتي اهو. طيب اجا اوزنهم واجيب الكتل بتاعتهم. الي ايه هم برضو? اتنين وتسعين في فاصل خمسة وتسعين جرام. يبقى فعلا مجموع الكتل المواد الداخلة في التفاعل الكيميائي يساوي مجموع الكتل المواد الناتجة عنه. طيب تعالوا نشوف مع بعض تطبيق على قانون بقاء المادة. في تفاعل الماغنيسيوم مع الاكسوجين. احنا قلنا اتنين من زرية ماغنيسيوم مع جزء اكسوجين واحد. هيدينا اتنين جزء من اكسيد الماغنيسيوم. طيب الكتل الزرية للماغنيسيوم كانت كام? اربعة وعشرين. والكتلة الزرية الجرامية ليه الاكسوجين كان ستاشر. طيب تعالوا نوزن كده كتل المواد الداخلة في التفاعل الكيميائي وكتل المواد الناتجة من التفاعل الكيميائي. احنا قلنا قبل كده. اللي قبل السهم دي مواد متفاعلة او المتفاعلات. اللي بعد السهم دي النواتج. طيب تعالوا نشوف مع بعض. انا عندي كام زرة ماغنيسيوم اتنين. الزرة الواحدة كتلتها كام? اربعة وعشرين جرام. تمام? يبقى اتنين في اربعة وعشرين. زائد. عندي كام زرة اكسوجين? زريتين? طيب زرة الاكسوجين الواحدة كتلة الزرية بتاعتها كام? ستاشر جرام. يبقى اتنين في ستاشر. يبقى انا المواد المتفاعلة عندي. لو احنا حسبناها مجموعة كتل المواد المتفاعلة. هسوي اتنين في اربعة وعشرين. ليه بتاعت الماغنيسيوم. زائد ستاشر في اتنين. اللي هي كتل زرية الاكسوجين. هدينا كام تمانية وعبعين زائد اتنين وثلاثين. هيبقى سوي تمانين جرام. دي بالنسبة لكتلة المواد المتفاعلة. طيب تعالوا نشوف كتلة المواد النتجة من التفاعل الكيميائي. قلنا عندي. اتنين في ماغنيسيوم. كتلة الماغنيسيوم زائد كتلة الاكسوجين. طيب تعالوا نشوف مع بعض. يبقى اتنين في اربعة وعشرين زائد ستاشر. هديدينا كام اتنين في اربعين. اربعة وعشرين زائد ستاشر. يبقى اربعين. هديدينا تمانين جرام. ايوة يبقى احنا كده. اللي حصل. لقينا ان مجموعة كتل المواد المتفاعلة. سوى مجموعة كتل المواد الناتجة. وده طبعا اللي هيحقق لي قانون بقاء المادة. اللي احنا قلنا عليه ايه? قانون بقاء المادة. قلنا مجموعة كتل مواد الدخلة في اي تفاعل كيميائي يساوي مجموعة كتل مواد الناتجة عنه. طيب بيجي لي سؤال مهمة اوي هنا. يقول لي علل لابد ان تكون المعادلة الرمزية موزونة حتى يتحقق قانون بقاء المادة. لانها لو مش موزونة يبقى اذا مجموعة كتل مواد الدخلة لا تساوي مجموعة كتل المواد الناتجة. ده طبعا مش هيحقق قانون بقاء المادة وساعتها المعادلة تكون غير صحيحة وغير موزونة. تعال نشوف مع بعض المثال التاني. بيقول لي يا تفاعل غاز الهايدروجين مع غاز الكلور ومكونا غاز كلوريد الهايدروجين. عبر عن هذا التفاعل بمعادلة اللفظية واخرى رمزية موزونة مع تحقيق قانون بقاء المادة عليها. علما بان كتلة الزرية الجرامية كالاتي. الكلور اللي هي السيئل خمسة وثلاثين ونص جرام. والهايدروجين واحد جرام. طب تعال نشوف الحال هنعمل ايه؟ بيقول لي اول حاجة هعبرا عن هذا التفاعل بمعادلة لفظية. لفظية بيقول لي ايه؟ تفاعل غاز الهايدروجين مع غاز الكلور. يبقى ازال معادلة اللفظية هيضر جدا زايد كولور.ا غاز كولوريد كولوريض ليسichtigة زايد كولور ساهم. هدين موادر معة المواد المتفاعلة هي الهايدروجين والكلور. والمواد الناتجة هي الهايدروجين. وقاللي عبر كمان عنها بمعادلة رمزية موزونة. فارتهانا نشوف المعادلة الرمزية الهايدروجين هاتشتون. الكلور سي اللو تو. هيديني ل طيب بصوا عندي زرعتين. هيدروجين داخلين في تفاع الكيميائي وزارعتين کلور داخلين في التفاع الكيميائي. بقى اذا عشان ا*** المعادلة لازم احط اتنين على السطر. يبقى عندي برضو هنا في المواد الناتجة زرتين هيدروجين خالجين من التفاعل الكيميائي او ناتجين. واثنين زرت كلور ناتجين ايضا من التفاعل الكيميائي. تعالوا بقى نحقق مع بعض قانون بقاء المادة. يبقى انا هجيب مجموعة كتل مواد الدخلة في التفاعل الكيميائي. ومجموعة كتل مواد الناتجة من التفاعل الكيميائي. طب تعالوا نشوف. قال للكتلة الزرية الجرامية اللي الهايدروجين واحد. طبعا عندي زررتين هييدروجين يبقى واحد في اتنين. والكتل الزرية الجرامية ليه الكولور خمسة وتلتين ونصف. طبعا عندي زراتين كلور. يبقى اتنين في خمسة وثلتين ونصف. دي المواد المتفعلة. يبقى واحد في اتنين زائد خمسة وثلتين ونص في اتنين. هديني تلاتة وسبعين كرام. طب بالنسبة ليه النواتد. شايفين الاثنين اللي على السطر دي? قلنا هي بتاعة زرة القلور وزرة الهايدروجين. يبقى اتنين نفتح قوس في واحد زائد خمسة وثلاثين ونص. هتدينا حسبوه على اقل الحزبة يبقى اتنين في ستة وثلاثين ونص يبقى ثلاثة وسبعين كرام. اه يبقى انا كده بان ل ايه? مجموعة القطة المواد المتفعلة. سو مجموعة القطة المواد الناتجة. هو ما يحقق قانون بقاء المادة. المساء اللي ازاي دي بتكون سهلة جدا وبسيطة. تعال نشوف مع بعض مسال تاني. تعال نشوف المسال ده بيقول لي ايه? احسب قتلة النحاس اللي هي سيو النتجة من التفاعل الموضح بالشكل. التفاعل عبارة عن ايه? بصوا السهم ماشي زي كده. يبقى اللي قبل السهم دي المواد المتفعلة اللي هي الكالسيوم زائد كبريتات النحاس. نتج عن التفاعل الكيميائي اللي هي اللي بعد السهم كبريتات كالسيوم ونحاس. طيب الكالسيوم خد لي كم جرام? خد لي اربعين جرام من الكالسيوم. كبريتات نحاس خد لي كام? خد مية تسعة وخمسين ونص جرام. نتج عنه مية ستة وثلاثين جرام من كبريتات الكالسيوم وكمية من النحاس. انا عايز اعرف كمية النحاس دي كام. طيب انا هكتب المعادلة الكالسيوم سي ايه زائد كبريتات النحاس سي يو اس او فور هينتج عني كبريتات الكالسيوم سي اي اس او زائد النحاس. طبعا مجموعة كتلة مواد الدخلة في التفاعل الكيميائي. يسوي مجموعة كتلة مواد الناس جميلة التفاعل الكيميائي لتطبقا لقانون بقاء المادة. طيب تعالوا نشوف مجموعة كتلة مواد الدخلة في التفاعل الكيميائي. اللي هي كتلة الكالسيوم وكتلة كابريتات النحاس. يبقى اذا كتلة الكالسيوم زائد كتلة كابريتات النحاس اللي هي المواد المتفعلة هتساوي كتلة كابريتات الكالسيوم زائد كتلة النحاس. طيب تعالوا نخلي كتلة النحاس في طرف لوحده. يبقى كتلة النحاس هتساوي ايه هوات دي كتلة كبريتات النحاس الناحية التانية في طرف التاني فبدل ما هي جامعة تبقى طارها. طيب هيبقى بتساوي ايه كتلة الكالسيوم زائد كتلة كبريتات النحاس ناقص كتلة كبريتات الكالسيوم. طيب تعالوا نبدأ ان احنا نعوط كتلة النحاس هتساوي كتلة الكالسيوم يديها لي كام? اربعين جرام اه? طيب كتلة كبريتات النحاس يديها لي مية تسعة وخمسين ونص جرام. ناقص كتلة كبريتات الكالسيوم كبريتات الكالسيوم كام مية ستة وتلاتين جرام. طيب هتحسبها الالي الحزبة. اطلع لي مية تسعة وتسعين ونص ناقص مية ستة وتلاتين. ففي الناتج النهائي كتلة النحاس كام تلاتة وستين ونص جرام. لو احنا عوضنا هنا كده تلاتة وستين ونص زائد المية ستة وثلاثين هتلعها هي نفسها الاربعين زائد المية ساو خمسين ونص يبقى ايه زن مجموعة كتل المواد الداخلة في تفاعل كيميائي هنساوي مجموعة كتل المواد الناتجة في تفاعل كيميائي والاجابة بتاعتي مصبوطة طب هل يامس كل المعادلات الكيميائية اللي بتجيه لي بتكون صحيحة ومصبوطة وموزونة ويتحقق فيها قانون بقاء المادة لا مش شرط انا بحس مجموعة كتل المواد الداخلة ومجموعة كتل المواد الخارجة من التفاعل كيميائي لو اتلعوا اللي اتنين بيسووا بعض يبقى اذا المعادلة صحيحة وموزونة طب اللي اتنين ما يسووش بعض يبقى اذا المعادلة غير صحيحة وغير موزونة ولا يتحقق قانون بقاء المادة لابتعال نشوف مع بعض تحقق تحقق من موازنة معادلة الاتية وبتطبيق قانون بقاء المادة عالية. مديني معادلة ايه? ان ايه انو او سري نطرات السوديوم. ساحم عليه حرارة. هيدينا نايتريد السوديوم ان ايه انو او تو زائد الاكسوجين. طبعا اللي قبل الساحم دي المواد المتفعة ده. اللي بعد الساحم هي النواتج. بيقولي علما بان الكتل الزرية الجرامية العناصر الكلاتي. الاكسوجين ستاشر. النيترجين اربعتاشر. السوديوم تلاتة وعشرين. طب تعالوا نشوف الحل. طبعا بكتب المعادلة الاول عشان احسب مجموعة كتل مواد الدخلة في التفاعل الكيميائي اللي هي لقبل الساحم. وبعدين مجموعة كتل مواد الناتجة من التفاعل الكيميائي اللي هي بعد الساحم. طب اللي قبل الساحم هي مين? نطرات السوديوم. كم زرية السوديوم? زره واحدة. الزره كام? الكتل الزرية بتاعتها كام? 23. كم زرية نيتروجين? زره واحدة. كتل الزرية الجرامية الاكسوجين كام 16. يبقى 16 فيه 3. يبقى انا هحسب مجموعة قطلة المواد المتفاعلة 23 زياد 14 زياد 16 فيه 3. هطلع لي 85 جرام. طيب المواد الناتجة من التفاعل الكيميائي. كام زر السوديوم? زرة واحدة. الزرة كتلة زرية الجراميل والسوديوم 23. كام نيتروجين? واحدة. كتلة الزرية بتاعتها كام 14. كام اكسوجين اتنين? طيب الكتلة زرية الجراميل الاكسوجين كام? 16 يبقى 2 في 16. بس اخلي بالي هنا عندي كمان اكسوجين. هنحسبها يمس? اه طبعا. مش دي مواد الناتجة من التفاعل الكيميائي او النواتج اللي بعد السحب طبعا كلها بحسبها. عشان انا بحسب ايه? مجموعة قطلة مواد الناتجة. بحسب برضو جزيه الاكسوجين ده. جزيه الاكسوجين فيه زرية الاكسوجين. يبقى 2 في 16. يبقى مجموعة قطلة مواد الناتجة. احسبوهم بقى كده. 23 هي دي. زيه 14 اهي. زيه 16 في اتنين. اهي. زيه 16 في اتنين كمان مرة. تحسبوها هتطلع 101 جرام. اه هلاحز هنا بقى ايه? مجموعة قطلة المواد المتفاعلة لا يتساوى مع مجموعة قطلة المواد الناتجة من التفاعل الكيميائي. يبقى اذا المعادلة غير موزونة. ليه? علل لعدم تحقيقها لقانون بقاء المادة. وانا طبعا لازم معادلة رمزية تكون معادلة صحيحة وموزونة. علل حتى يتحقق قانون بقاء المادة. اعتقد درس النهاردة كان درس سهل وبسيط. هلو تاني لوحدكم بالورقة والقلم. لو في عندك اي مشكلة اصبوها لي في الكومنت وانا هرد عليكم. شكرا لكم جدا واللي متابعاتكم. وان شاء الله الحصة الجاية هاخد قانون النسب السابتة. اللي هو القانون التاني من قوانين الاتحاد الكيميائي. هستناكم. مع السلامة.